اشتركوا في القناة من السلطات البحرينية المعنية في حماية حقوق وحياة البحارة البحرينيين انطلاقا من التزاماتها الدولية طالبت المنظمات الحقوقية السلطات القطرية احترام القوانين والمعاهدات الدولية وتقديم المسؤولين القطريين ممن تسببوا في مقتل النوخذ البحريني إلى المحاكمة العادلة وأوضح المدير التنفيذي للمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان أن وفدا حقوقيا عربيا مستعد لزيارة قطر لمراقبة سير محاكمة المسؤولين عن مقتل النوخذ البحريني محمد حيان أكد أنهم في صدد الإعداد لملف البحارة البحرينيين وحقوقهم بهدف طرحه في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في جنيذة